سيغازي معالا المتابعة للليبي مرحبا بك سيغازي مرحبا شكرا لك على قابل دعوة الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر في ليبيا فتح باب الترشحات من 8 نوفمبر إلى يوم أمس 22 نوفمبر 98 مترشح منهم زوز مترشحات في انتظار قرار المفوضية الوطنية العالية للانتخابات في ليبيا من أبرز المترشحين رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة المشير خليفة حفتر سيف الإسلام القذفي عجيلا صالح رئيس مجلس أنواب في الانتخابات النيابية وصل عدد طلبات الترشح إلى 1766 طلب موزعين على 13 دائرة انتخابية وسيستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر القادم قراءة أولى سيغازي الآن لعدد المترشحين الانتخابات الرئاسية اللي بيش تصير في 24 ديسمبر القادم 98 مترشح فرانشمو بقى يذكر شوية بالوضعيات في تونس بعد 2011 لكن هو عدد كبير جدا التوب ديس شكون فيه؟ والتوب فايف شكون فيه؟ التوب فايف كنت تذكر فيه من تي يعني صيف الإسلام القذافي بدون ترتيب طبعا مشير خليفة حفتر عبد الحميد دبيبة عقيلة صالح فتحي بشاغة شنو أغازي معلا اليوم تقريبا صورة فتغرافية على التوازنات هل حفتر يمثل الشرق؟ هل دبيبة يمثل الغرب؟ ولا يمثل تقريبا أوسع؟ معناها طيف ممكن رجوع صيف الإسلام أعطينا صورة فتغرافية كيف نقرأوها؟ هناك توزيع سياسي وتوزيع جغرافي ومتدخن في بعضهم يعني كنشوفوا صيف الإسلام القذافي صيف الإسلام القذافي مثل النظام السابق مش اختراع علي لكن تواجده الجغرافي متواجدة على كاميرا التراب الليبي يعني طبيعة سمى مدن أو بعض القبائل اللي هي مزالت ولقها للنظام السابق 100% لكن متواجدة على كاميرا التراب الليبي إذا كان شوفوا خليفة حفتر نشوفوا أنه تواجده يعني بالخصوص في المنطقة الشرقية لأنه هو الآن هو الحاكم الفعلي للمنطقة الشرقية منذ 2014 وبالتالي لديه من القوة وعمل من تحالفات الكثير أنه يصبح هو المرشح الأبرز في المنطقة الشرقية رغم أنه هو موش من أصيد من منطقة الشرقية في المنطقة الغربية هناك يعني طبعا السيدة الحميد دبيبال بما أنه هو الرئيس الحكومة الحالي وخيقة هو قام بحملة انتخابية سابقة لأوانها منذ أنت أصبح رئيس الحكومة كذلك هناك منهم يمثلون المد المحسوبين على ثورة فيفري 2011 مثل السيد فتح باشاغة وهذه أشخصيات لأكثر يعني العملية ما بين تواجد جهوي يعني شرق وغرب وما بين من هو مع النظام السابق ومن هو مع الثورة وأيضا من هو مع يعني التوجه العسكري بيوصله مشير خليفة حفظ سيدة دبيبال كيفاش عملها الحمرة كحلة هذه هو يستغل ثغرة قانونية في شروط الترشح للانتخابات واعتبر نفسه خارج العمل الحكومي بصفة رسمية وحكومته تمارس مهامها ضمن تصريف الأعمال بعد صحب الثقة منها قبل أشهر من طرف البرلمان واعتبر نفسه خارج شرط التوقف عن العمل قبل التقدم للانتخابات بثلاث أشهر لكن أحنا ما زالنا سنة وفتعون شوف هو الإشكال الآن هو أن هناك القانون الانتخابي في ليبيا فيه كثير من الإشكاليات والمادة 12 اللي تقول لابد من الاستقالة أو التخلي على المنصب قبل أشهر من الترشح يعني صارت فيه كثير من القراءات المختلفة وبالتالي حتى سيدة أحمد بيبة يعني قبل ما يقدم ترشحه بيومين عمل خطاب للشعب الليبي وقال هذه القوانين هي قوانين معيبة ولابد من أن يكون هناك إطار دستوري واضح للانتخابات وكأنه يقول أنه هالانتخابات يعني يتصير به يا ليه أو مش تكون فيها عملية على الغش ولكن يعني وكان كثير من يتوقع أنه لن يقدم ترشحه ويقع تأخير الانتخابات لكن بعد الخطاب هدايا بساعات قليلة يتحول للسفير الأمريكي إلى ترابلس وبقدرة يقادر تقدم الترشحات هنا لعبة المليف معناها هنا لسأل أن يسأل الحاجة الأولى هل شبح السلاح موجود وإلا لا في هذا الكل معناها هل هناك شبح حرب أهلية مش حرب أهلية فقط حرب إذا كان يتيح التوافق هدايا حول الانتخابات نرجعوا للميليشيات ونرجعوا للذرع كعلاف شوف الميليشيات والقوة العسكرية موجودة في ليبيا مش مش تنحها في يوم وليلة يعني مش بحصة سحرية تنحيها هو السؤال المطروح الآن هو لو ما نمشوش انتخابات ممكن نمشو الحرب أهلية ولو مشنا انتخابات ولا يقبل هذا السؤال لا يقبل أحد الأطراف القوية قانون للعبة سنعود إلى حرب أهلية هذا هو السؤال وبالتالي اليوم الطعون كما قلت أنت هي المفصل اليوم نهار 27 يبدأ الأجان لتقديم الطعون وتنتهي يوم 7 ديسمبر يعني بعد نبحك بالتدئية نبحك بالتستيناف بعد 7 ديسمبر هل سيسقط أسماء وازنة من القائمة المترشحة أو لا إذا كان وقع هذا تبدل معادلة الكل بالطبعك بالضبط بثلان من أسماء اللي عليها الآن معناها برشة جدل واللي رفقها تعطيل للصفحة الرسمية لهيئة الانتخابات هو سيف الإسلام القذافي لآن رفض بعض الميليشيات المسلحة لبعض المرشحين خاصة سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر البعض من المراقبين يعتبروه تهديد قد يعرق الإجراء الانتخابات شنو رايك صحيح غالط؟ شوفوا السؤال نطرحوه بطريقة أخرى يالله اليوم لو كان سيف الإسلام القذافي يقبل ترشحه ويربح الانتخابات هل يقدر يدخل ترابلس؟ سؤال هل عنده القدر يدخل ترابلس ولا لا؟ بموازير القوى الحالية ما يقدرش لأن الميليشيات الموجودة الآن في ترابلس لا تقبلها بسيف الإسلام القذافي وقد امترشحه من سبه بالطوب التقليدي وهذا فيه مساج مساج طبعا مساج أنه النظام السابق مع عمر جذافي سيعود وبالتالي اليوم هل الميليشيات أو القوى العسكرية مهما كانت نوحها المتواجدة في ترابلس وغير ترابلس ستقبل بعودة سيف الإسلام القذافي كرئيس جديد لليبيا بعد عدد سنوات من سقوط والده هل سؤال المهم كيف اليوم هل خليفة حفتر لشان نحرب على ترابلس في ربيع 2019 ودامت الحرب سنة ونص وقع فيها كثير من الزحايا والتدمير وما إلى ذلك هل القوى العسكرية الرسمية والغير الرسمية المؤنودة في ترابلس هتسمح لخليفة حفتر أنه يدخل لترابلس كرئيس وقد يدخلها برميليشيات ما حاوره ما نجحش كيف كيف عدد حميد دبيبة اليوم اليوم محسوب على الشق الآخر المنافي لخليفة حفتر هل هو قادر أنه يدخل لبن غازي اللي هي العصف من المدينة الثانية اليوم الحل الحل أعطى يا أخي وانتخابات بالدبابات يا أخي ما فهمتش معنا لا اليوم القبول نحن نحكيوها هالأطراف هذه ستقبل بالنتائج أو لا إذا كان ما قبلتش بشي سير يعني هو ذلك أهم سؤال اليوم الانتخابات ممكن تصير اللي فهمتو هنا وليذوري فهموس هذا المستمعين سيكون نبدأ ساعة بسبعة ديسمبر بالضبط سبعة ديسمبر بشي أعطينا الصورة الفوتوغرافية لمن لشكون قبلته ما قدت الانتخابات بالضبط وانت كنت تقول لي اللي حتى الضغط الأجنبي نجم يكون فاعل في ذلك أكيد بيه أكيد ومش فيها ذكا كهو يكون فاعل برش حاجات في الملاف الليبي دبيبة أي حضور لدبيبة وفرام الطوب فايف من الخمسة الأوال يعني يجي ميكو في الدور الثاني دبيبة يلعب في كارتة أخرى القرب من المواطنين يهبط للشارع في ترابلس يمشي قابل لعبين يحكي معهم على السقف من تعدار يحكي معهم على الماء يحكي معهم على السياسات العمومية دبيبة موديرن دبيبة قد لك في حملة يعني في حملة منهر تستلم رئاسة الحكومة في ترابلس هو يقوم بحملة انتخابية واسعة النطاق وإمكانيات الدولة وبالتالي على شوال السؤال يعني هناك بعض عديد من الأطراف في ليبيا تقول أنه عبد الحميد دبيبة لما استلم رئاسة الحكومة كان هناك جنتلمان عندما وقع بين الأطراف السياسية الليبية في جناف خليه يحكم شوية يوم بعد يعمر بيدليل الانتخابات لا أنه هو ما يترشحش الانتخابات لكن هو يقول لك لا هذا يراه وما وش اتفاق مكتوب وما وش دستوري ومن حق يترشح كبقية الأطراف هذا هو جدل الآن وابطعون الآن ستنظر في هذا الموضوع ستنشوف إذا كان يصير الحضود وافرة للبيبة في الانتخابات الرئاسية على شو نحكي غازي معال نحكي على نظام برلماني على نظام رئاسي على ما هو المقترح الآن في ليبيا سيدي غود وصلت الانتخابات وإن شاء الله وهذا أكثر ما نتمناه أهل أخواتنا في ليبيا الاستقرار الازدهار عندهم كل مقاومات الازدهار كل مقاومات الرفاه معناها تبركال بلاد الخيرات السبعة إذا كان يعرفوا كيفاش يستغلوها لكن اليوم في علاقة بذلك شو المقترح النظام سياسي على النظام سياسي نحكيه شوفوا لو بنتنا نعرف أنه اليوزالنا في ليبيا ما سماش دستور اليوزال ليبيا الآن تعيش بدستور صغير أو تسيير للصورات العمومية وبالتالي اليوم إذا كان نعمله كوبي كولي للنظام الحالي الآن موجود أنه الرئيس له سلطات على مستوى الدفاع والأمن والخارجية والبرلمان هو يختار حكومة أو يصوت على حكومة وهذه الحكومة تديها المسائل التنفيذية من التعليم والصحة والمالية وما إلى ذلك وهذا هو النظام تتمشي فيه يعني إذا كان صارت انتخابات بالطريقة هذه بجي يكون الرئيس منتخب عنده صلوحيات ما يخص الشؤون الخارجية والدفاع والأمن هذه أول مرة في تاريخ ليبيا يقع انتخاب رئيس يعني لم تنتخب ليبيا رئيس انتخبة برلمان مدى 52 لكن أول مرة تنتخب ليبيا ينتخب رئيس للجمهورية بالطريقة المباشرة هل هم مدعوين إلى هيئة أسيسية مثلا لكتاب الدستور جديد عندهم هيئة أسيسية هم عندهم هيئة أسيسية منتخبة من 60 شخص وقد قدمت مسودة في دستور لكن هذا الدستور لم يقع لن نقاشه داخل البرلمان والاستفتاء عليه والآن هذه الحكومة وهذا البرلمان القادم من مهماته الأساسية الآن أن يدرس هذا الدستور ويقدم الاستفتاء أو ينقشه داخل البرلمان النقاش الآن هناك بعض الأطراف كانت تقول قبل ما يقدموا تنشحاتهم يقولوا لأ خلنا مشيون نكملوا مسألة الدستور وبعد نمشيون انتخابات رئيسية لكن لكن كانت هناك ضغوطات واضحة أمريكية واضحة أنه لابد ما تقع الانتخابات قبل أي نقاش حول الدستور بيهي اليوم جزتما شنوه دور القوى الدولية والمحاور المنخرطة في الصراع الليبي منذ مدة وهل بشيكون عندها تأثير واضح على معدلة الترشح والفوز أيضا خاصة الخطر هذا مربط الفرس إذا كان الفوز يصير عليه أي شك غدوة الكالاشية التي تأخذ الرولي شوف لابد نعرف أنه الآن على الأراضي الليبية هناك قوى عسكرية أجنبية متواجدة هناك القوى الروسية في شكل ميليشيات الفاغنر موجودة في الشرق الليبي وسط ليبيا وهناك القوات الرسمية التركية وبعض الميليشيات التابعة لها في الغرب الليبي هل هذه القوات عندها تدخل مباشر أو لا في الانتخابات الظاهر ظاهريا لا لكن الوزن موجود الوزن موجود خلنأخذه مثال اليوم صيف الأسلام الجزافي كل الأخبار تقول أنه متواجد في مدينة الزنتان على حدود التنسية الليبية ينتقل مئات الكيلومترات إلى الجنوب ثم يعود إلى مكانه تحت أي غطاء عسكري حماته لأنه مطلوب دوليا ومطلوب محليا يعني ثم هناك قوى دولية ما شعر شكون هي تجمع كروسية تجمع كروسية تجمع كروسية تجمع كروسية تجمع كروسية تجمع كروسية أفضل سيناريو ليبيا أفضل سيناريو ليبيا هو أن يقع استبعاد بطريقة غير عنيفة الشخصية الجدلية عن المشهد وذقع انتخابات نازهة ويكون شخصية متوافقية هو الرئيس ثم بعد يقع انتخاب برلمان ونذهب إلى تحديد دستور جديد لليبيا هو ذلك الحل الميثالي لكن هل الأطراف القوية هذه والشخصية الجدلية والقوية تقبل بهذه اللعبة لقدر له أنه هو أسوأ السيناريو أن نعود إلى مربع الحرب الأهلية ومرة هذه تكون أعنف مرة من سابقاتها لأنه الآن عندنا قوات أجنبية مسلحة متمركزة عند الآن أشهر عديدة هي متمركزة وتعرف الأرض وتعرف الطبيعة وتعرف كل شي ممكن تكون الحرب عنيفة وعنيفة جدا ممكن تكون حتى حرب جيردوبروكسية حرب إقليمية داخل الأراضي الليبية اليوم بالنسبة لإعادة الأعمار يبدو أنه الفلوس هي المشكلة يعني أنه عديد الأطراف تعتبر أنه إعادة الأعمار هي غنيمة وتبيبعتها البعض من المؤشرات وقت يوقع مع مصر ولا غيره اليوم على المحك هذا الدوسي الرسمي معناها هاته نقوله إعادة الأعمار والثروات مش وفقش برشك لأنه شوف لأنه إعادة الأعمار هذه كلمة كبيرة أو وهم عايشونه كثير من الأطراف المصحيح لأنه شوف في 2007 معمر القزافي وقع عقود مع شركات دولية منها التركية ومنها الروسية ومنها الأمريكية وعديد الدول في إعادة 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 أعمار ليبيا ليبيا الجديدة ليبيا الغد كانوا يسمونه برنامج هالبرنامج هدايا وقع بعقود تتراوح قيمتهم بالـ 120 مليار دولار البعض منه بدأ والبعض منه ما بديش الشركات الدولية هذي كلها عند عشر سنين الآن تنتظر يعني هي الآن تنتظر أن يقع نوع من الاستقرار في ليبيا لإعادة إحياء هذه المشاريع وبالتالي اليوم ما نجمع نحكي على إعادة أعمار لشركات جديدة ولأتراف جديدة إلا ما ترجع يقع التفاهم حول القديم وهالقديم ماذا يمثل حاليا في من بالضبط في الأتراك والروس والصينيين وبدرجة أقل الأوروبيين حصل ما في الصدور حصل ما في الصدور الآن الصراع هو صراع جيوستراتيجي بالأساس في ليبيا لأنه اليوم مثلا كنأخذ القوات الروسية المتمركزة في ليبيا هي الآن تمتد من سرد إلى الجفرة في الجنوب سرد في الشمال على البحر إلى الجفرة في الجنوب إلى أقصى الجنوب في سبهة إلى تشاد إلى نيجر إلى مالي الآن إلى أفريقيا الوسطة هذا الخط اللي ابتد من البحر بتوسط إلى عمق الصحراء الأفريقية الآن هذا خط تحت السيطرة الروسية هل القوى الغربية من أوروبا وامريكا ستسبح لبقاء هذا الخط ويكبر ويتمدد كما كان أو لا هذا هو اللعبة هي كان ليبيا هي مدخل لأفريقيا والصراع هو صراع بوابة أفريقيا هذا هو الصراع الصحيح تونس اليوم أي دور لتونس في كل هذا معناها اليوم جارتنا المباشرة اللي بناتنا بناتنا تبادلات اقتصادية كبيرة جدا وهمة جدا بناتنا زادة عمق أمني كبير جدا هل على حد تقديرك تونس اليوم عندها أي جسر للتفاعل مع الوضع الداخلي الليبي الحقيقة ما عندناش جسور الحقيقة اللي غاية هذه الساعة لك احنا قادرين نكون عندنا جسور لأنه يعني كتشوف يعني كتشوف انت يا 98 مترشح مثلا انا مترشح احنا فيهم بالضبط مع العلم مع العلم مع العلم انه أغلب المترشحين بتواجدين في تونس حاليا الآن اليوم اليوم الثلاث الساعتين طالعشية طالقائلة أغلب المترشحين يا في تونس يا جيين لتونس يعني احنا أرض اللي يتحرك فيها الليبيين الليبيين مش يتقابلوا مع الناس اللي يخدموا معاهم ومع المجموعات الضغط اللي معاهم الكل يتلقوا بين في تونس احنا للأسف الشديد ما عندناش سياسة واضحة في كيفية احتواء الناس هدوما والاستفادة من الوضع في ليبيا الحقيقة هذا غابط منذ 11 هو يقول القائل غريبة شوية الأطوار تسوى مثلا خاصة في علاقة بدبيبة بدبيبة اللي كان تونس هاته نقول كان قريبا يعيش في تونس ولي كان من الممكن أنه تتربط معها خيوط خرق العادة في علاقة بترأسه من بعض الحكومة شوفنا دبيبة في وقت من الوقات يقول في حاجات تخص العمل السياسي في تونس ولا الأمن التونسي غريبة الأطوار فمش كون قيدها على أنها حملة انتخابية سابقة لأوانا لكن تقول شعلين ما عرفناش نربطه أوسل الصداقة بما فيه الكفاية مع السيد مثلا ايه لأنه احنا مخدمناش على موضوع ذي بما يكفي وعند الحميد دبيبة وفي الأخيرة عنده حملة كيبقدت عنده حملة انتخابية عنده حظة من انتخابية في ليبيا والكلام اللي قاله على الحميد دبيبة وغير مقبول ومرفوض لكن رأو كلم يتقال في المجالس الليبية هو يتقول فيه بطريقة شعبوية ويحمل في حملة انتخابية لأنه هذا يعرف أنه كلمة ذي يبيع في ليبيا لكن احنا مرحناش نحتويه وقت لهو لغيره يعني مش كن أبد الحميد يعني حتى اللي جاء قبله الصراش يعني ما كانش العملية سهلة احنا ما كانش انه احنا رأي شوف للأسف جديد احنا عدنا نوع من نظرية العلوية على الليبيا وكأننا احنا احنا أقوى احنا هم مشكون هذه المشكلة كبيرة جدا في تونس يعني اصدقائي رأي لابد نفهم أنه ليبيا بالنسبة لنا رأي هي الرياس هنا تنفسه منها وأمننا وأمننا واستقرارنا واستقرار ليبيا وبالتالي لابد نتعامل مع الأخوة في ليبيا بكل تواضع ونعتبروا أنه رأي السياسة رأي تتعمل على جهتين تونس وليبيا بدون تونس وليبيا صعب صعب نستقر تونس لكي ليبيا ما تستقرش شهرين التالي كنا في أزمة خانقة معا الأخوة في ليبيا بعد تذكير المعابر وأزمة الكورونا شكرا لك غازي معنا للمتابعة قيدوا عندكم اللي يحب يتبع 7 ديسمبر أول تاريخ مهم جدا في علاقة بالانتخابات الليبية بما أنه وقت بش نعرف الطعون في طورها الأول أشعطات شكرا لك